طلاب الصف الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في محاضرة أخرى وسلسلة مستمرة إن شاء الله موضوعنا اليوم موضوع بسيط وسهل وما يحتاج لك كل جهد وعنون شو اللي المطلوب من عندك كل ما مطلوب من عندك بأنه تسجل الملاحظات والأمثلة اللي راح ناخذهن إن شاء الله يلا مستعدين له ما مستعدين إذا ما مستعد عفو المحاضرة أنا قل لك من عندي شو وقت ما تستعد؟ كمّل المحاضرة وحاول تقسمها على عدة أجزاء يجود تشوفها عشرين خمسة وعشرين فوق أكثر أقل موضوعنا طلاب المثنى شنو المثنى؟ لماذا يؤتى بالمثنى؟ كيف أعرف المثنى؟ المثنى اسم له فعل له حرف كل هاي الأسئلة إن شاء الله راح نجاوب عليها هل هناك فتشيء يسمى ملحق بالمثنى؟ شنو الملحق بالمثنى؟ وكيف يمكن التمييز بينهم؟ طلاب المثنى أريدك تركز لي على شغلة فرق بين المثنى والمؤنث أنا أعرفك وأعرف أن توقع بأخطاء بسيطة جداً تقدر تتلافاها شلون أتلافاها؟ شوية تركيز؟ طلاب المثنى يدل على اثنين المؤنث يدل على مؤنثه يعني ابنيه ما لعلاقة مثنى ومؤنث ما لك علاقة به المثنى احتمال يجيني مثنى للمذكر وإحتمال يجيني للمؤنث مثلاً أقول محمدان للمذكر بس شنو هو مثنى؟ فاطمتان أو بنتان طالبتان هو مثنى لكنه علماً للمؤنث شوف مثنى مؤنث اثنين اجتمعاً لذلك طبيعية جداً اثنين اجتمعاً بينما المؤنث يقول فاطمة طالبة هاي مؤنث بس شنو مفرد؟ طالبات مؤنث بس جمع مؤنث سالم لذلك لازم هنا يصبح عندي تصور مهم المثنى طلاب أول ما يعرفه يقول هو اسم يعني لا فعل ولا حرف اسم دال على شقيت اثنين او اثنتين ها يعني لا مفرد ولا جمع شقيت يدل على اثنين جيد شوكتي يدل على اثنين بضيافة الف او باضافة وزيادة الف ونون مكسورة او يا ونون في حالة النصب والجر يعني هسا رح نجيه طلاب انا رح يمطيني اسم مفرد ويقول لي حوله الى مثنى اقل سهله اجيب الف ونون واجيب يا ونون واحدة من عده لو الف ونون لو يا ونون في حالة الرفع الف ونون في حالة النصب والجر يا ونون وهس سوف نفصلها ان شاء الله طلاب طبعا نون المثنى دائما مكسورة في حالة الرفع في حالة النصب في حالة الجر ما لك علاقة دائما مكسورة واتقل لي علامة رفعه الكسر لا ماكوهيج علامة جره الكسر ماكوهيج نون جمع نون المثنى دائما مكسورة قاعدة ثابتة قالني هذن الأمثلة حول ليهن إلى مثلنا أقولها سهلة مدرس شو صير؟ أضيف لها ألف ونون وشو صير؟ مدرسان وذا بالنصب أو تجر مدرسين اشضفتاني؟ هنا ألف ونون وهنا شنو؟ يا ونون واثنينات المكسورات مدرسة شو صير؟ أو مدرسة صير مدرستان وذا بالنصب أو تجر مدرستين سهلة ومسهلة بس اشضفت ألف ونون وهنا لها يا ونون النون دائما مكسورة طالب شو صير؟ طالبان وذا بالنصب أو تجر شو صير؟ طالبين خلص واثنينات هنون شبيهن مكسورة حديقة شو صير؟ هذا واجبك محمد شو صير؟ راح أنا حله والوراء واجبك محمدان وذا بالنصب وتجر محمدين خلص والنون دائما شبيهن مكسورة خليها بالبالك النون دائما مكسورة اللي قبل الياء دائما مفتوح قاعدة ثابتة اللي قبل الياء وقبل الألف شبيه دائما مفتوح والنون شبيهن مكسورة لذلك أريدك تفرغ مرات ترى راح يجيني جمع مذكر ثاني لذلك أريدك تفرغ بناتر زيد شو صير؟ زيدان وذا بالنصب أو الجر شو صير؟ زيدين مش عرفك سهلة لو صعبة هاي زيدين عبد الله الطاني اللفظ عبد الله قال لي ثني لي يا هريتها مثنى شوف هس هنانا مدرس وهنا نجد مدرسان مدرسة وهنا نجد مدرستان طالب وهنا نجد طالبين أو طالب إذن هو ما يدل على اثنين بضيافة ألف ونون أو ياء ونون عبد الله طلاب هنا يقول أنا أريد هذا كلمة عبد الله أريد أسويها مثنى أقول له سهلة طلاب إذا أريد أسوي مثنى الجزء الأول هو اللين سويه مثنى الجزء الثاني ما لعلاقة به شا يصير هنا طلاب عبدان الله أنا عند قاعدة وراح أخذها هسا وراح أشرحها إلك يقول عند الأضافة تحذف النون أصبحت عبداء الله عبد الله إذا أريد أسويها مثنى شا يصير عبداء الله هي عبدان ضفت ألف ونون أو عبدين بس عند الأضافة تحذف النون شا يصير عبداء الله سأل طالب قال أستاذ ليش يجيبون مثنى خب يجيب مثنى اسمي يقول لغرض الإختصار مثلا يقول مثلا أصدقائك اثنيناتهم اسم واحد محمد والثاني هم محمد أجى وشفتهم جايين للمدرسة تريد تقول إجاء محمد ومحمد يعني ما يحتاج تقول جاء محمد ومحمد لا شا تقول جاء المحمدان اثنيناتهم خليت لهم ألف ونون اغتنية بعد ما تحتاج تجيب اسم ينسواه تجيب اسم واحد وتضيف لألف ونون أو ياء ونون صار مثنى بعد يحتاج تكرر محمد ومحمد ما يحتاج طار العصفوران يعني تحتاج تقول طار العصفور والعصفور ما يحتاج تقول طار العصفوراني إيش قلت؟ اثنية طلاب المثنى بما أنه اسم بما أنه اسم ينرفع الاسم أو ينصب الاسم وينجر الاسم يعني الأسماء ترفع وتنصب وتجر الأسماء لا تجزم الأفعال المضارعة فقط تجزم ترفع وتنصب وتجر من هي الأسمو؟ نجي للمثنى مرات يجيني مرفوع مرات يجيني ونصوب مرات يجيني مجرور شلون عربة؟ يعرب الحروف بمن يعرب؟ يعرب الحروف يا حروف ما عندي غير ألف وياء في حالة الرفع علامة رفعه الألف في حالة النصب وتجر علامة نصبه وجره الياء خلص لازم أعرف من من مرفوعات صح؟ من هي الأسماء أو المواقع العرابية تكون مرفوعة؟ طلاب المبتدأ مرفوع الخبر مرفوع الفاعل مرفوع نائب الفاعل مرفوع اسم كان مرفوع خبر إنه مرفوع والصفة لهذا كلهن مرفوعات من المنصوبات؟ المفعول به منصوب المفعول فيه منصوب المفعول المطلق منصوب الحال منصوب التمييز منصوب اسم إنه منصوب خبر كان منصوب والصفة لهذا كلهن منصوبة طبعا الصفة نحن أخذها بصفة خامس إعدادي من هو الاسم المجرور؟ إذا سبق بحرف جر أو مضاف إليه هذه المواقع العرابية التي سيقع فيها المثنى وقع واحد من هذا الني في حالة الرفع أقول مرفوع وعلامة رفعه الألف منصوب علامة نصبه الياء مجرور وعلامة جره الياء خلص يعرب المثنى بالحروف في حالة الرفع نقول مرفوع وعلامة رفعه الظمه أو عفوا عذرا تسرع في حالة الرفع مرفوع وعلامة رفعه الألف وفي حالة النصب وجر اثنيناتهم علامة جره ونصبه الياء نأخذ أمثلة بسيطة إن شاء الله ونحلهم طار العصفوران طار رفع الماضي والعصفوران من الذي طار العصفوران؟ العصفوران شعر بها طلاب؟ فاعل الفاعل شبيه مرفوع لو منصوب مرفوع وعلامة رفعه لأنه مثنى بتشكره هذه الكسرة بدل لك ما لك علاقة إلى النون غير حكث يمتعين النون لا لك يوجد بها عصوة مكسورة الكتابان نافعان الكتابان اسم معرفة جاء في بداية الكلام ماذا يعرب طلاب؟ مبتدئ مرفوع وعلامة رفعه لأنه مثنى نافعان كل مبتدئ أحي� يحتاج خبر خبر مرفوع وعلامة رفعه لأنه مثنى كان الطبيبان مخلصين كان فعل ماضي ناقص الطبيبان اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الألف اسم كان كان الطبيبان شنو مخلصين إذن مخلصين خبر وصلت بمعلومة إذن هذا خبر خبر كان مرفوع له منصوب منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى إن الرجلين صادقان إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد الرجلين اسم إنه منصوب علامة نصبه الياء ليش؟ لأن اسم انiezubi من الأسماء، شبيهه المنصوبة هلنأ راح أكتب لك يا بترى هاي المرفوعات من الأسماء هنان المنصوبات من الأسماء هنان المجرورات من الأسماء الذنّه مرفوعات ذنّ気 منصوبات، ذنّي شبيه مجرورات اسم انップو منصوب على علامة نصبه علامة نصبه الياء، لأنه مثلنا صادقان، خبر أنه خبر أنه مرفوع لمنصوب مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنم قال تعالى قال رجلان ممن يخافون أنعم الله عليهما من الذي قال رجلان قال فعل ماضي مبني على الفتح رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنم بالله سهلا وبسيطة لناتل زين عندي ملاحظة يقول عند الأضافة هذا مو كلمة اسم مثنارة حظيفة إلى كلمة بعده يقول عند الأضافة تحذف النون هنا نشلون قلت لك هنا عند الأضافة تحذف النون بس يبقى يعرف بمن بالحركات بالرفع بالألف رفعا وبنياء نصبا وجرا وصل معلمان المدرسة شوف وصل معلمان المدرسة شوف وصل فعل ماضي المعلمان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنم وهو مضاف والمدرسة مضاف إليه مادام مضاف تحذف النون شو صير وصل معلمان المدرسة قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب تب فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التينيث الساكنة والتاء لا محل لها من العراب بتاء التينيث الساكنة من الذي تبت الخسرت اليدا؟ أصلها يدان يدان مثنى المن لليد الواحدة إذن مثنى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف وأبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة تقول هاي هنا لن ليش انحذفت النون؟ أقول لك عند الإضافة يعني هاي المثنى إذا ضفت إلى اسم وراها إلى ضمير يقول النون تسقط تحذف النون عند الإضافة بس يبقى يعرب بمين؟ يعرب بالحركة بالحروف بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا قال تعالى يداهما بسوطتان يداه طلاب مكونة من يدان زائد الضمير لها صح لا؟ عند الإضافة تحذف النون أصلها يدان إذن هنا راح تقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جره مضاف إليه الهاء الكافل ياء الناء إذا اتصلت بالاسم ضمير متصل مبني في محل جره مضاف إليه منتهين من عدها هاي مبتدأ مبسوطتان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى إذن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بيمن بليا نجل علامات النصب والجره هنا لم يقال تارى فعل ماضي والعصفوران فاعل هنا يقول شاهدت العصفورين وهنا قال أعجبت بالعصفورين ما طلعت التمراقب الأصافير؟ شين هاللغوا هي؟ المهم شاهد فعل ماضي مبني على السكون لابتصاله بتاء الفاعل حلو والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ماذا شاهدته؟ العصفورين العصفورين طلاب راح تنعرب مفعول به المفعول به من المرفوعات لو من المنصوبات مفعول به منصوبة علامة نصبه الياء لأنه مثنى والنون مكسورة أعجبت بالعصفورين هاي هنا العصفورين مسبوق بيمن بحرف الجر حرف جر اسم مجلول وعلامة جره الياء لأنه مثنى ينسبق بحرف جر علامة جره الياء يكون منصوب علامة نصبه الياء قرأت قصيدتي المتنبش قرأة فعل ماضي التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل شين قرأته؟ ماذا قرأته؟ قصيدتي انتبه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى تقول لي وين النون؟ أقول لك عند الأضافة تحذف النون ذاكرها لو ما ذاكرها ذكرتها قصيدتي ما لات مذن القصيدتين ما لات المتنبي إذن هنا أنا وهو مضاف والمتنبي مضاف إليه أنا عد قاعدة عند الأضافة تحذف النون تنحذف النون ما تنحذف النون يبقى المثنى بمن ينعرب ينعرب بالحروف بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراً أعجبت بقصيدتي المتنبي كذلك الباع حرف جر قصيدتي اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى وهو مضاف والمتنبي مضاف إليه تقول لي وين النون؟ أقول لك عند الأضافة تحذف النون من المثنى طلاب عدي هاذان وهاتان وألذان وألتان هذان ترى مثنى إذا ذاكرين همصف بالأول متوسط أخذناهين هذان همتين عرباً بالحروف بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالة النصب والجر استريح هس هنا أنا قال أكرمت هذين الرجلين أكرم طلاب فعل ماضي مبني على السكون التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل أكرمت من هذين هذين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى خاف يقل لك الرجلين شنو عرابها خاف يسئلك تقل لها بدل يعني شنو بدل تأخذ بصفت الخامس الإعدادي ما لك علاقة به البدل يقولون أقدر أجيب هذا الاسم أخليه بمكان هذا الاسم الإشارة أكرمت الرجلين استقام الكلام لو ما استقام ما دام استقام يسمونه بدل شون مثلا لاعبي يدخلونه بمكانه لاعبي يسمونه شنو بديل هو مجرد شاله من مركزه وجابه لاعب ثاني يلعب بمكانه ويلعب نفس اللعبي يجوز أحسن من عده هو هذا البدل سلمت على هاتين المتفوقتين على حرف جر أو هاتين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى والمتفوقتين نفس هذا هماتين هنعرب بدل استقبلتوا الذين فازا في السباق استقبل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل الذين ماذا استقبلته الذين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة اللذان واللتان هذان وهاتان تعرب عراب المثنى كأنما مدرسان كأنما مدرسين في حالة الرفع الألف وفي حالة النصب والجر ما هي الياء فازا في السباق سلمت على اللتين فازتا في السباق على حرف جر اللتين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى قال تعالى على رجل من القريتين عظيم من حرف جر والقريتين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى إذن المثنى طلاب يعرب بالحروف إذا كان مرفوعا فإن علامة رفعه الألف وإذا كان منصوبا أو مجرورا علامة نصبه وجره الياء عنده ملاحظة هاذان وهاتان واللذان واللتان هذا النمثنى يعني العرب الحال حال المثنى عنده ملاحظة عنده الأضافة تحذف النون سواء كانت بالرفع أو بالنصب أو الجر يبقى ينعرق بالحركات لكن فقط النون تنحذف عنده ملاحظة النون للمثنى دائما مكسورة أكو شيء بعد عندي ضبطت المثنى رح أجيك أخذ لك بعض الألفاظ يسمونها ملحقة بالمثنى شنو الفرق بينها وبين المثنى هسرح أبين لك الفرق نأتي الآن إلى الملحق بالمثنى طلاب الملحق بالمثنى ينعرق عراب المثنى طبيعي في حالة الرفع الألف في حالة النصب وجر الياء بس يقول ليش ملحق ليش مو مثنى الملحق بالمثنى هو ما يدل على اثنين لكن ليس له مفرد المثنى ما يدل على اثنين له مفرد عرفت الفرق؟ يعني عنده كلمة اثنان اش قدت؟ اثنيا صح لولا؟ أريد المفرد مالتها أتحداك تجيب للمفرد يالله رح تقول واحد لا واحد مو مفرد للاثنان عنده كلمة مثلا الحس هنا أنا طالبان أريد المفرد مالتها طالب ما دام إلها مفرد نسميه مثنى أريد اثنتان اثنتان أريد المفرد مالتها واخر الالف والنوت ما يصير؟ اثنت بها معنى؟ ما بها معنى أذن المثنى هو ما يدل على اثنين له مفرد بينما الملحق بمثنى هو ما يدل على اثنين ليس له مفرد منذني الألفاظ التي تلحق بمثنى طلاب؟ هي اثنان اثنتان اثنان للمذكر اثنتان للمؤنث كلا للمذكر أو كلتان للمؤنث هذني ملحقات بالمثنى يعني شنو ملحقات بالمثنى هنه اثنين مثنى ليس لهما مفرد تعرب عراب المثنى في حالة الرفع الألف في حالة النصب والجر ماذا؟ اليار مثلا هنا رأيض الجملة البسيطة فاز اثنان من المتسابقين فاز فعلماضي مبني على الفتح من الذي فاز؟ اثنان مثنى له ملحق ملحق بالمثنى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى من حرف جر المتسابقين اسم مجرور وعلامة جره اليا لأنه جمع مذكر سالم ونأخذ جمع المذكر السالم قال تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث أرسلنا طلاب طبعا إذ أداة شرط أو ظرف لما مضى من الزمان أرسل طلاب فعل ماضي مبني على السكون أنه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل إليهم طلاب إلى حرف جر ألها ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ماذا أرسلنا إثنين إذن إثنين طلاب مفعول به طلاب إثنين تدل على المثنى صحيح لكن ليس لها مفرد مستحيل تقول إثن مفرد إثن لا تفلشت الجملة أصلا إذن هذا ملحق بالمثنى ما دام ملحق بالمثنى يعامل معاملة المثنى بالعراب مفعول به منصوب علامة نصب هلياء لأنه تقول لهم ملحق بالمثنى ما تقول له مثنى ليش لأن هذا مو مثنى ملحق بالمثنى سلمت على إثنين من المعلمات سلم فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل على حرف جر واثنين يسمى جر وعلامة جر هلياء لأنه ملحق انتبه ملحق اللام طويلة زيل لأنه ملحق بالمثنى يقول اسم مجرور وعلامة جر هلياء لأنه ملحق بالمثنى من الملحق بالمثنى طلاب كلا وكلتا كلا وكلتا كلا للمذكر وكلتا علما للمؤنث طلاب كلا وكلتا مرة تنعرب بالحروف يعني بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا ومرة تنعرب بالحركات المقدرة نقول علامة رفعه الضمة المقدرة علامة نصبه الفتحة المقدرة وعلامة جره الكسرة المقدرة طلاب تنعرب بالحروف حال حال المثنى إذا أضيفت إلى ضمير من هو الضمير طلاب؟ الضمير لونهما لونه لوكما مثلا كلاهما كلانا كلاكما هاي يعني راح تتصل هنا عدي كلا كلا شو راح تصير لازم نمسحل صار بها حادث راح تصير عدي طلاب كلا في جوارها ضمير بمن يتصل بيها؟ شنو يتصل بيها طلاب ضمير؟ بينما هنا راح يجيني اسم ظاهر إذن إذا أضيفت إلى ضمير فإنها تعرب بالحروف بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا إذا اتصل بيها شنو؟ ضمير إن فتح البابان كلاهما منطقيان هذا الأمثلة بالكتاب إن فتح فعل ماضي مبني على الفتح البابان فعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى كلاهما طلاب خليها ببالك كلاهما وكلتاهما إذن سبقت بإسم مثنى إذن سبقت بمن بإسم مثنى فإن كلاهما وكلتاهما تعرب توكيد وباوع للقبلها مرفوع أقل لتوكيد مرفوع منصوب أقل لتوكيد منصوب مجرور أقل لتوكيد مجرور كلاه وكلتاه إذا اتصل بيها ضمير وقبلها اسم مثنى يدل على أثنين فإن كلاه وكلتاه تعرب توكيد وهاي راح تأخذها بصف سادس إعدادية لذلك أحفظها هسا منا للسالس العدادي واحد قال استاذ البارحة مليش متعشي ما أدريك لأنه تريد نحفظ هذا الصف السالس المهم يلا نكمل انفتح فعل ماضي البابان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى كلاهما طلاب توكيد توكيد مرفوع وعلامة رفعه الألف وهو مضاف والهما ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه انعربت بيمن بالحروف لو بالحركات بالحروف علامة رفعه الألف توكيد مرفوع وعلامة رفعه الألف اكتملت المحاضرتان أو المحاضرتان عفوا حاضرتان كلتاهما اكتملت فعل ماضي التأتاء التأميس الساكنة وكسرت منع الالتقاء الساكنين لا محل لها من العراب من التي اكتملت المحاضرتان طلاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى قلت لك أنا إذا مثنى ويجي وراها كلاهما كلتاهما فإنها تعرب توكيد هاي هنا طلاب أضيفت إلى ضمير لو اسم ضمير ما دام واحد منها ذني يعني أضيفت إلى ضمير ما دام أضيفت إلى ضمير تعرب بالحروف أشوف اللي قبلها مرفوع أقلنا مرفوع وعلامة رفعه الألف منصوب وعلامة نصبه الياء مجرور وعلامة جره الياء محاضرتان طلاب فاعل إذن هنا ما دام فاعل مرفوع إذن توكيد مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه هاي لهم الميم والألف دلالة على المثنى لا محل لها من الإعراب أنهيت المسرحيتين كلتيهما أنهى فعل ماضي مبني على السكون التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ماذا أنهيت المسرحيتين طلاب راح تنعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى اسم مثنى واجت وراها كلتيهما إذن هاي تعرب توكيد راح أقول له يا ابا توكيد التوكيد طلاب يعتمد على حركة اللي قبله هذا مرفوع له منصوب هذا مادام مفعول به منصوب هذا راح أقول له توكيد منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه الميم والألف دلال على المثنى لا محل له من العراب حس يقلني عرابتها بالحروف لو بالحركات أقول له بالحروف يقل ليش بالحروف أقول له لأنها أضيفت إلى ضمير انتبه إلما أضيفت إلى ضمير سلمت على المعلمتين كلتيهما سلم في الماضي التأتاء الفاعل على حرف جر المعلمتين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى بادام مثنى واجت وراها كلاهما كلتاهما إذن هذا توكيد التوكيد طلاب يعتمد على حركة الاسم القبله هذا مرفوع لو منصوب له مجرور على حرف جر هذا شنو اسم مجرور ما دام مجرور هذا توكيد مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه ليش عربناها بالحروف لأنها أضيفت إلى ضمير كلاه وكلتا إذا اتصل بهم ضمير يدل على المثنى فإنها تعرب بالحروف بمن تنعروب بالحروف بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا اضيفت إلى اسم ظاهر شو الصين بهذه الحالة؟ إذا اضيفت إلى اسم ظاهر تعرب بالحركات المقدرة علامة رفعه الضم المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر علامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر يابا ليش بالحركات؟ يقول لأنها اضيفت إلى اسم ظاهر مثلا قلت هنا حضر كلا الطالبين حضر فعل ماضي كلا الطالبين شوف كلا شنو يجا وراها الطالبين ضمير له اسم ظاهر اسم ظاهر ما دام اسم ظاهر تنعرب بالحركات المقدرة حضر فعل ماضي كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الظم المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر وهو مضاف والطالبين مضاف إليه مجرور وعلامة جره لياء لأنه مثنى المضاف إليه دائما مجرور سمعت كلتا القصيدتين شوف طلاب كلتا ملحق بالمثنائل من انضافت إلى اسم ظاهر ما دام انضافت إلى اسم ظاهر فإنها تعرب بمن بالحركات ما دام تنعرب بالحركات الحركات المقدرة سمع فعل ماضي التعظمير متصل مبني في محل رفع فاعل كلتا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر تعبت وهو مضاف القصيدتين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر أو عفوا الياء لأنه مثنى عفوت عن كلا المسيئين عن حرف جره وكلا اسم مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو مضاف والمسيئين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى تقل لي ليش عربتهم بالحركات أقل لك لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر ولم تضف إلى ظمير إذا أضيفت إلى ظمير تعرب بالحروف وإذا أضيفت إلى اسم ظاهر فإنها تعرب بالحركات المقدرة يلا عندي آخر ملاحظتين شنو آخر ملاحظتين يقول مثلا عندي كلمة يا صاحبي أنتما سندي واحد عنده أصدقاء اثنين أو واحد عنده صديقتي انتنين أنتما سندي يقول هاي يا صاحب ايه يعني من يلمت كونه طلاب هاي مكونة من كلمة يا صاحبان ماشي اضيفت الى الضمير شنو اليا هاي طلاب حرف نداء اذا تتذكروا اكيد تتذكروا اذا ما تتذكروا انتقم من عندكم حرف نداء قبل اسبوع اخذنا حرف نداء هذا اللي بعد طلاب ما دام مضاف الى يا يعني هذا مضاف ما دام مضاف يعني منصوب مباشرة زين المثنى ما هي علامة نصبه علامة نصبه الياء صح لو مو صح شوف شنو اللي صار عدي تغيير منتهين من عده علامة نصبه الياء لانه مضاف زين انا عدي قاعدة عندها لاضافة تحذف شنو تحذف النون حذفت النون جيد رح تتصل الياء هنا صح لو مو صح هذا النياء زين وبهاي الحالة ما يصير ياء اين وحدة وراء الثانية نكبسهن نسويهن وحدة ونشدد الثانية حذفت هاي اصبحت يا صاحبي خافي يجيب لك هاي ونادى منصوب علامة نصبه الياء لانه مثنى وهو مضاف والياء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه اكو اسهل من عندها مجرد بينها تحول الى ياء وهاي الياء عندها لاضافة تحذف النون رح يجتمع عن ياء اكبس هنا خليها على الاولى شده على الاولى على الثانية اثنية يعني هي رح تبقى وحدة الاولى لو الثانية هي وحدة أصلاً زين قل الاناء قل ولا تقل طلاب عبارات صحيحة وعبارات غير صحيحة قل الاناء مملوء هاي العبارة صحيحة باللون الاخضر العبارة اللون الازرق العبارة صحيحة ولا تقل الاناء ممتلئ الاناء مملوء ولا تقل الاناء ممتلئ ليش مملوء؟ لأن مملوء هو الذي وقع عليه عملية الملء هناك احدهم ملأ الاناء وإلا الاناء موحدة امتلئ ممتلئ يعني وحدة ممتلئ ما يصير وحدة الاناء يمتلئ اكيد واحد رح يملئ اذن هاي العبارة خاطئة كل الطالبين مجاز لو كل الطالبين مجازان العبارة صحيحة نقول كل الطالبين مجازم عندك واجب لو ما عندك هنطيك واجب لو ما نطيك مليت من الواجب ها المطلوب من عندك ناجح السباحان فيه نقاض الطفل سمعت كلتا القصيدتين المطلوب من عندك استخرج المثنى والملحق به ثم أعرب المثنى والملحق به ذاكرا للسبب طب سهلة بسيطة عبد الرحمن أريدك تسويها مثنى عبد الرحمن واحد أريدهم اثنين ما سيحدث قاعدة أخذناها هنا إذا تذكرها أنا أخذناها يلا ما استعدين للتمارين ها الواجب أريده ترى خليها ببالك التمارين لا تروح للتمارين ذا محل الواجب قوي نفسك بالواجب طلاب الواجب حتى شنو نتمر نحسا نتقوى ناخد قواعد وهسا نتقوى ونروح للتمارين نتقوى حتى إن شاء الله بالامتحان نجيب درجة تفرحنا وتفرح أهلنا وتفرحني آني تردون تفرحوني لو لا إذا تردون تفرحوني أريدكم تنجحون ما تردون تفرحوني كيفكم بعد بس أنا أريدكم تفرحون شلون تفرحون من خلال نجاحكم هذا كل ما يمكن أن نقدمه لكم طلابي طلاب الصف الثاني المتوسط الأبطال نراكم في محاضرات أخرى وفي حل التمارين وفي منهج المستمر من الأول المتوسط إلى السادس الإعدادي مستعدين في مالله زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerja.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة